يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأربعاء أكثر من مليون ومائة وتسعة وعشرين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليونا وأربعة وسبعين ألف شخص هذا وقد حصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من مائتين وثلاثة وثلاثين ألف شخص اشتركوا في القناة